مرحبا هاي القصة يعود تاريخها لسنة 2006-2007 هيك شي يعني أو 2008 كان عمري فوق الخمسين بأربعة خمس سنين يعني خلينا نقول خمسة وخمسين لأنه أنا مواليد اتنين وخمسين بالألفين واتنين عمري خمسين يعني بالألفين وسبعة عمري خمسة وخمسين فكان عندي غرفة مكتب في إدلي في بيتنا الجديد اللي بحي البيت أرى نحن كان عنا بيت قديم انتقلنا عبيت طالعنا بالبنك وكذا وهيك كركبة وبهذا البيت وسع يعني عملولي غرفة لحالي غرفة مكتب وأنا غرفتي دائماً مكركبة يعني لما كانت تجي أم مرداس لتساويلي هي ترتبة كنت تقاتلنا بها لا تشيل تركي كل شي ما بريد إنه حدا يشيل يعني أو يغيرلي من الشغلة أنا بحط هون شغلة بعرفة هون هون يعني عقل الفوضى وهو نفسه بيكون في ترتيب للفوضى فأجت وحدة من عائلتنا قريبنا قالتلي المعلمة هيفا معلمت مدرسة رفيقتي في المدرسة حابة تتعرف عليك فنحن هون بقى بيظهر عند الرجل الشرقي حتى لو كان كاتب يعني بيظهر عنده فوراً هيك هذا إنه في وحدة بتتعرف عليك أولاً إنه أنا يعني ما شاء الله صرت كاتب ومهم وصار فيه ناس بديتتعرف عليك يعني إحنا عادة تاني يعني الإنسان عنا ما له كتير قيمة وما حدا بيحب يسأل عنه وفيه خوف في المجتمع وخاصة المرأة ما بتقول إنك تعرفها رجل يعني بس لكوني كاتب يعني صرت ما تبر حالي ما شاء الله شخصية عامة فلما قالت لي هيك أنا هتميت كتير وصرت أتلفت هيك عالباب إنه ما تكون أم مرداس سمعت أنا ما بدي أم مرداس يعني بجوز إذا سمعت تفشي للعملية وتجي تمسكها له هاي قريبنا على الجنب وتقول لها أصرفية ليش هاي اللي أبدأ تجيبيلي هتعرف عليه تعملنا مشكلة كذلك يعني ما بدي فقالت لي إيه بس أنت أحكي لي هاي هيفاء المعلمة شو مواصفاتها قالت لي يعني هي بالأربعين عمرأة قلت لي تمام رائع جدا يعني عز الطلب بمرأة في الأربعين لواحد عمره خمسة وخمسين ستة وخمسين سنة فعلا كتير مناسبة قالت لي وهي مطلقة قلت لي أوه أحسن بكتير طبعا مطلقة يعني معناتها إذا دخلت لعنة أو شافوه طالع عمنا عنا أو زرك بيت معي في السيارة أنا كان عندي سيارة في إدلب كمان شتريناها بنفس طريقة شراء البيت وخروض وأخصات وما ما عرف إيش المهم يعني اللي ما عبر لك عبي حكي لك الواقع يعني ما عبر لك أنه أنا كان عندي سيارة عندي بيت فعلا أنه كان كمثل أي موظف يعني أو صاحب دخل محدود نتحايل على الأمور يعني طبعا وضعنا كأنا وضعي ككاتب أفضل يعني ماديا من غيري المهم إنه إذا حدا شاف ركب معي في السيارة أو شاف داخلي لعنة ما بروح يقول لجوزة أو لأهل جوزة وبيعلقوا مع بعضنا لأنه بيت بدلة كمان إلهم سوابق إنه يعلقوا مشاجرات جماعية يقوم يعلقوا لي مع أهل جوزة نعمل لنا مشكلة لا هيك يعني إنه عادي إنه جاي الزيارة ممكن دخلة عالفين ما حدا بيعرف بجوز داخلي لعند مرتي بجوزة يعني الأمر مبلوع ما فيه هديك الحساسية متل لما هي متجوزة قالتلي وهي كمان بالمناسبة يعني متوسطة الجمال أوف كمان هاي منيح لأنه هي هاي لو قلوة يعني بمعنى لو جميلة جدا إش بوصلها لعندي هاي بجوز ما تسترضي تطلع فيني أو تسأل عني أو هي لأنه المرأة الجميلة حتى لو كانت دلوعة وبتعزبوا لجوزة ما بيطلق كمان هاي فيعني فكرة إنه مطلقة وهي جميلة جدا ما بتزبط فكل المواصفات أنا شايفة إنه عبتصب في مصلحة أخوكم أبو مرداز فقلتله إيه طيب أنا يا بدي منك شغلي افهمي إنه أنا كتير مهتم إنه تجي تتعرف علي هاي الإنساني قال إيه إذا أنت مهتم طا هي مهتمة ثلاثة أربعة طوال والله هلكتني طول النار اللي هذا عمك أبو مرداز كاتب وبيكتب بالجرائد وبالصحف وما ما عرف إيش فأنا حابة أتعرف عليه ولكن ضروري أتعرف عليه رأسا يعني هلأ قبل ما يجي العيد إنه كنا بهذه الفترة بهذاك اليوم على بعد أسبوع أو عشر تيام من العيد بس أنا هون استغربت يعني إيش علاقة العيد بمرأة مطلقة أرملة متوسطة الجمال حابة تتعرف على كاتب وصحفي وقاله اسمه سينارس كمان أنا كنت أكتب للتلفزيون بهديك الفترة بال2007-2008 كان عندي ثلاثة مسلسلات وتمثيليات سهرة وأخذ أحد الأفلام تبعي الجائزة في القاهرة الجائزة الزهبية للفيلم من إخراج حسن عوتي بوقتها عملنا فيلم اسمه العاشق هاي قصة العيد أنا يعني ما كتير ركبت معي قلت لها مع ذلك يعني خليها تجي بس رجاء أنت لا تخلي بمرداس تحس على الموضوع لأنه إذا حسنت بتعملنا مشكلة فأنتي وقت بدا تجي لعنا بتصلي أنت بمرداس وتقولي لأنه جاي تزوركن وتشوفكن وبنفس الوقت يعني ممكن بدأ تسأله سؤال عن أحد المسلسلات لعمه بمرداس وهيك يعني خلوه الموضوع يزبط على أنه هو شيء طبيعي هلأ هاي مرتي بمرداس لما بتشوف هذا الفيديو بتقول لك أنت بتتآمر علي وما عندي خبر أنا أثبتت لنفسي في هداك اليوم أنه فعلا أنا واحد زكي أنه حسنت رتب الموضوع بحيث يبدو أنه زيارة هاي الإنسان اللي اسمها يفاء لبيتنا هو شيء طبيعي زبطنا الموضوع واتصلوا بمرداس وعلى الرتيجي وكذا بمرداس يعني كمان لما تعرف على جوزك كمان صارت تفهم هاي القصة لأنه مرأة معنا أكتر من مرة كان فيه ناس يتصلوا تليفهم وغير محافظة وأنه يعني فيه شوية ناس عقلهم خفيف يفكروا أنه أنا كاتب كويس ومهم يعني هذا عقلهم هيك شو ساوي لهم الحقيقة أنا بعمري ما كنت كاتب مهم يعني بس مش صغل وما بنتظر النتائج يعني عادة ولا بتدعي أنه أنا هلأ حتى عندي هلأ خمسة وعشرين كتاب وعندي مسلسلات وعندي ما بعرف إيش ما كتير بهتم بقصة يعني الشغرة والأهمية فيه أهم مني بكتير يعني مرة من المرات أنا إش قلت في مقدمة أحد الكتب أنه فيه كتير ناس أهم مني بس ما نمتلي بيكتبوا إحسن مني بس ما بيعرفوا يكتبوا مثلي أنا إلي خصوصية هاي الطريقة يعني في الكتابة في حقيقة ما بشبه حدا ولا حدا بيشبهني أبداً المهم في الموضوع إجت هاي ودخلت على غرفتي بعد ما دخلت عن طريق مردا سكوازة دخلت على غرفتي وفوراً بلشت في الغرفة يعني طلع هيك وهيك 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 مثل ما قلت إنه أنا مكركب وحتى الجرائد اللي كنت إكتب فيها أو في جرائد إشتريها مشان للإطلاع يعني فكنت كوومن فوق بعضهم فرأساً ضربت عينها على الجرائد بعد ما جابوا للأهوة إجت المرداز جابت الأهوة وهي المرأة القريبتنا اللي جاي معها وكذا وقعدوا فبلشت تحكي هل كتني أمي فأنا رأساً قلت لها يا طب لي بالك يا سيدة هيفا يعني بنسبة لأمك يعني مرأة كبيرة وبدأ زنقة تلك قلت لها شو مرأة كبيرة ما كبيرة أمي عمرها خمسة وخمسة 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 سنة يمجوجة صغيرة قلت لأيه بجوز هدولة الكبار والعمر محرومين بالحب قال أنا محرومين بالحب أبوي هي طول النهار تشكي منه ونفسه خضرة وكذا طلعه أنه أنا كل المواعظ تبعي فالصة أنا ما زبطت المواعظ تبعي المهم أنه هل كتني شو بديل؟ بدي تعزل البيت على العيد وبدك تجيبيلي جرائد نادي جيب جرائد لدينا بالمدرسة ثلاثة أربعة جرائد أخدت لأني أمي كل رفوف وما بعرف إيش كلهم محطوا لهم جرائد فأنا أشلت لحالي أنه رفيقتي بالمدرسة عمّة كاتب فقلت لها بدي تعرف على عمّة كي كاتب ونشوفه ونسلم عليه وبركي ملاقي عنده شوية جرائد عتيقة مشان أخده لأمي وسكتها بقى عني موسيقى 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 اشتركوا في القناة